صرح رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد صفار بعد اجتماع للجنة بأن البرلمان سيصادق على مشروع قانون العز المالي بعد إجراء تعديلات عليها وبعدها مباشرة ستباشر الحكومة العراقية توزيع الرواتف في يوم الأحد إلى ذلك قرر مجلس النواب إدراج قانون الاقتراض على جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء لغرض التصويت عليها وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اجتمع أمس الأثنين مع اللجنة المالية النيابية وتم الاتفاق على أن تسرع الحكومة في توزيع الرواتب لأن لدى وزارة المالية خزينا ماليا يكفي لتغطية الرواتب